المواجهات العسكرية الحاسمة مستمرة في نهم والجيش الوطني يضغط على تجمعات الميليشيا في هيلان المدافع لم تسكت منذ خمسة أيام مضت والجيش في حالة استنفار لم يشهدها من قبل في هذه الجبهة يفرض الجيش تكتما شديدا على سير المعارك لكن مصادر عسكرية ميدانية أوضحت أن عددا من المواقع في نهم جار استعادتها من الميليشيا والقوة عازمة على المضي قدما في إنجاز ما بات يوصف بالمرحلة الثانية من الحرب قوس المواجهات العنيفة يمتد من يام التابعة لمحافظة الجو في شمالا مرورا بجبهة نهم وانتهاءا بسلسلة الجبال هيلان جنوبا والمعلومات الواردة من هذه الجبهة تشير إلى أن الميليشيا المهاجمة تتعرض لضغط عسكري هائل بفعل الهجمات الارتدادية للجيش والضربات الجوية التي يوجهها طيران التحالف على تحركات وإمدادات الميليشيا الإنقلابية وفي الأثناء يتعرض مركز الصرواح لحصار من قبل الجيش وسط أنباء عن تقدم للقوات في أجزاء من سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية الحاكمة المصادر الميدانية تشير إلى تسارع في الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش في هذه الجبهة وسط إصرار على تحقيق السيطرة الكاملة على هذه السلسلة المطلة على مدينة مأرب ومعسكراتها وعلى معظم المواقع التي تدور فيها المعارك في نهم وصرواح التحولات الخطيرة المفاجئة في ميدان المواجهات كانت وثقا لأنباء ذات مصداقية نتيجة السيطرة المطلقة للميليشيا على شركات الهاتف النقال بالإضافة إلى اختراق وقع لمنظومة الاتصالة العسكرية تابعة للجيش الوطني الأمر الذي سهل نشر أوامر بالانسحاب من بعض المواقع في هذه الجبهة كلفة باهظة تتكبدها السلطة الشرعية جراء استمرار التفريط في صلاحياتها السيادية فشركات الهاتف النقال بالإضافة إلى المردود المالي الضخم تلعب دورا مؤثرا في المعارك وفي نقل المعلومات وفي الوصول إلى الأهداف العسكرية الثمينة بسهولة تتكبد الميليشيا منذ بدء المواجهات العنيفة في قوس المعارك الممتد من يام إلى هيلان خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على نحو أن يعرضها لخسائر ستكون لها ما بعدها على مستوى الجهوزية والاستعدادات والمعنويات بالإضافة إلى الخسارة المحققة في المكاسف السياسية التي أرادت الحصول عليها من خلال هجومها الواسع في هذه الجبهة نقاتل من أجل العرض والأرض نقاتل من أجل الدين ومن أجل الكرامة ومن كان هذا شعاره ومن كان هذا هدفه ومن كان هذا غايته فمعنويته باتكون أعلى وفوق هذه السحابة العالية ثم تفارق شاسع في المعنويات تحقق في جبهة الشرعية منذ الجمعة فالأنباء تحمل بشائر نصر وشيك تسوقه الأقدار إلى المقاتلين المهملين منذ سنوات في هذه الجبهة العتيدة